التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التواصل لوقف ثوري ومستدام لإطلاق النار في غزة يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع وخلال اتصال هاتفية طلقه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين مؤكدا إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه أعرب بايدن عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكتفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحورية في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب أخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة وذكرت توكلة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر أعرب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة لمقتل عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شرع الرشيد شمال قطاع غزة وطلب ماكرون بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا مجددا إدانته لعمليات لإطلاق النار ومطالبا كذلك باحترام القانون الدولي علاقة كولومبيا شرع الأسلحة التي تصنعها إسرائيل بعد تشهد أكثر من مئة شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة وقال الرئيس الكولومبيا جوستافو بيترو أنه أثناء انتظار الطعام قتل أكثر من مئة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية مضيفا أنه لذلك السبب علاقت بلاده جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية ندد وزير الخارجية الإسبانية خسيم عنويل أل باريس بمقتل أكثر من مئة فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال غزة وقال أل باريس إنما حدث في غزة حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على الطعام يؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيارة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيارة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة قال البيت الأبيض أنه لا يرى حتى الآن أي إمكانية لاستهناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس على طلب تمويل إضافية وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون في تصريح صحفي إنه لا يوجد بديل لموافقة الكونغرس على الطلب وأضافت دالتون أن هذه القضية ملحة بالنسبة للأوكرانيين وأن إلحاحها يتزايد يوما بعد يوم